بسم الله الرحمن الرحيم 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 يطلسل Loves يطلسل ي evaluate يطلسل موسيقى سبحان livre ست SURPRAaker ستر محان تتعا Bill default انت في السلقط che جيدا الجدد السكت فكر ождения جامحة En pleine forme, en retard, fatigueux, fermé, intéressant, jamais, mal, mieux, normal. Nul au vert, parce que, parfois, personne polie. Probre, quelque chose, quelqu'un, rien, souvent, estressé, toujours, tranquille, triste. Dans le cadre, on dit « Oh, aimez-vous vivre où vous voulez vivre? En ville, en la madine, ou en la campagne ou en la rive ? » المدينة سيبلي براتيكي نها أكسر عماليه بور فهر لكورس لتساووك إبور سورتيروال الخروج أن تروف فسلمان أمبار كناجد بسوهولة حديقة أم بيوليوتيك مكتابة أم سينما سينما أو أين أين باتينار أو سحة لتزالب ألا كمباني في ريف أوني لوان دو بروي إحنا بعيد عن الدوضاء أما إيما بتقول جه بريفير لكمباني بارسوك سو كالم لميزان سون جروند يعني نبفضل ريف لأين دا بيكون هدو ولمنازل بتكون كيبي أم بو أفوار أن شين مونك نحسول على كلب أو أن شا أو قت أم بو فار دي سورة أم لنساتي عناماري سيل ريادة في الحواة التار أجوه دي أور أفك لكوبا ونال عفل خارج معا أزومالا لين بيول دان لفيل في المدينة إليات رو دو بروي في كسير من الدوضاء دي واتير واسايرات دو بيس ول أوتوبيسات دو تاكسي ود تاكسي سيBY promising محاولي أم بو أفدال ريب برس أو لحجل رأي رب العاوระ بعد فعل فا دي واسون غارل لكن لا تزيد سماعين وحجل اجزال بيول أم بو أفدال ريب في الريف سترو كلم رو دو بقيمد سنوى يو دو موزايد مو ممل هي بو كوب دانيمان في كتير من الحيواني أول سؤال بيقولي ستان انكتة انهو بحثة او تحقيق عن الحياة في المدينة والريف بلاش كلمة سلمو سلمو معناها فقط في المدينة فقط ولا في الريف فقط ولا في الجبل طبعا احنا هنختار ان فيل ايه على مونتاني انزو وليون عندهم عراء مختلفة انزو بيقول ان المدينة عملية اما التاني بيقول فيه ضوضاء كتير بعد كده اجزال بيجد ان الحياة في المدينة انتريسانت شايقة انتريسانت شايف ان الحياة في المدينة شايقة طبعا حيقول شايقة ازاي بقى؟ ده هو بيقول ريف عامل ممل فهو شايف انها شايقة بور ايما بالنسبة للايما ان يابا لا يوجد في الريف لا يوجد بروي دوضاء مفيش دوضاء في الريف لاني مش حنفع اقول مفيش هدوء مفيش جو جميل مفيش طبيعة جميلة بور انزو سيفاسيل انه سهل ان نذهب الى السينما مش ان احنا نتنزه في الطبيعة ولا نجد الهواء النقي ولا نعيش في هدوء يبقى نذهب الى السينما بالنسبة الاجزال بيجد كثير من الحيوانات في الريف عنشطة للشباب ما تنفعش وسائل المواصلات دوضاء ما تنفعش باخدنا حيوانات في القتعة تانيا سالي أتوس أهلا بكم جميعا بيانفني سير من بلوغ أهلا على البلوغ بتاعي على صفحة جي مابل تيميو أنا اسمي تيميو جابت دون زم بيتد فيلا جانبس كوم في قاريا صغيرة اوك مي بارون مع والديا ايما سور ماري واختي ماري انا مي مي ادماند دون ان ان كمانتر يعني صديق سأني فتعلي سي جبري فر وفر 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 لو أنا بحب عيش في الريف أو في الريف أو في الريف أو في المدينة موالا فيه على كمباني تريد ديفسيال بي نسبالي الحياة في المدينة صعبة جمانوية على كمباني أنا بتم بمل في المدينة على كمباني في الريف أو في المدينة وفر 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 وف الفو أليران فيل يكيب الزهب إلى المدينة أنكا دي مالادي غرفة في حالة الأمراض الخطيرة على كومباني في الريف نيا كن سينما مفيش إكن سينما أي سينما ميان فيل ولكن في المدينة تتاوي إفكاس كولو بيكون حيوي وعملي ان فيل في المدينة سي فاسيل دو تروفير ام بلو من السهل ان تجد وظيفة لكمباني سي سوپر بور لوي كان ريف رائع للمدين للعطل تنتي لسبوع أو لأجاز حيث الهواء النقي والمناظر الجميل جي سيبورت لابي ان فيل يعني أنا بدعم الحياة في المدينة لا هناك جيبو أفوار ديزامي يفرمي زيتو دان ميدسان يعني ممكن أحصل على أصدقاء وأكمل دراستي في الطب وأعمل دراستي في الطب أول سؤال بيقول بيحب يعيش طبعا احنا قلنا ده رأيه الأخير بيتكون من أربع أشخاص العيلة بتاعته طبعا في المدينة إنه من السهل أن نجد وظيفة مش هنقوله صعب ولا قاسي ولا طبعا مستحيل في الريف يوجد طبعا مناظر طبعية ما فيش وسيلة مواصلات عامة قد كده سينما هات كثير من المستشفى بور فيفر على كومباني عشان نعيش في الغيف الفوق أفوار يجب أن نحصل عنواتير سيارة أو في تير في المستقبل تيميون فاقت رح يكون متسان لأنه عايز يخش طب طبعا مش هكون مدرس ولا طبيب بطري ولا أنجونيير مهندس حالة علم بقى في الغوز إدا إن احنا ديماندي نسأل إيضاني إنيك سيبليكسي وندي تفسير عشان نسأل باسأل ببوركوا ودي بتسأل عن السبب عن الهدف عن الغاية ودي بقاوب عناها بستخدام بارسو كزا إيجوم لكامل بوركوا تينيوا بألا فرم لماذا لا تذهب إلى المزرعة بارسو كجبير ديزانيما لأني بخاف من الحيوانات بوركوا أل فرم لأفناتر لماز أطغل لكو شبك بارسو كيل يديموستك دو أغل لأني فينا موس بار بوركوا أيني ومم مانتر أشوالي هممش حركاب لخيل بارسو كيل لأني دينياب تمتر طبعن يوم كين استبدال حن قول ها طبعن بوركوا أينيوا سيكوشي بارسو كيل فاتيگي بوركوا أيني سترسي لأهوة ماشدود بارسو كيل بارسو كيل لأ بيكو دو دووال لأنيو عاندو كتير من الواجبات بوركوا أل أشي دو غلاس لأيو بيشتري آس كريم بارسو كيل لأيو مم بيشترو بارس بوركوا أل أشي دو غلاس بارسو كيل زنشو لأنهم بيشعوروا بالحال بوركوا لو شا ليل قط معايني دو مش قط يعني برضو نيو با لأيو مش رادي ينزل في الماية أو يذهب الماية بارسو كيل نيسي بانا جي لأنهم ما بيعرفش يعوم تعالوا بقى أخدوا بقى لكم كويس قوي إن أنا ممكن أجاوب ببركوا أجاوب على بوركوا بكار زائد جملة كامل أو بور زائد مصدر فعل أو أكوز دو زائد اسم وسبب سلبي دايما جراس آ زائد اسم برضو سبب إيجابي لماذا أنت غائب كار جسوي مالاد لأني مريض لماذا تذهب للبحر بور ناجي للسباحة بوركوا تياب صن لأنت غائب أكوز دو ماما لدي بسبب مرضي شوفوا هنا سبب سلبي بقى عطل بوركوا تياب بون نوت ليه أنت درجاتك سيئة جراسة ميه درجاتك عالية أو جيدة جراسة ميه بغوفيس بفضل مدارسين حنحل طبعا التمرين بتاع التوصيل ده وإنت ترجمه وإحنا ترجمنا معظم الكلمات بتاعته موجودة قدامنا ما فيهاش أي مشاكل وتعالى نحل الاختيار يلا أول سؤال بيقولك بوركوا نظام غزائي طبعا دي جملة كاملة يبقى حاجيب بارس كي أو كار هنا حاخد بارس كي طبعا لأن طبعا بور عايزة مصدر فعل جراسة وأكوز دو عايزين اسم خلاص حافظناهم بوركوا تي نيمون جبا دي سيتري ليه ما بتاكلش سكر هنا مصدر فعلي يبقى خد بور وطبعا احنا عارفين لو النفي حينفي مصدر فالنفي بيجو ورا بعضه علاته نيبا لكن لو فعلي متصرف ححطه في وسط نيبا بوركوا تي نيمون جبالي هينت ما بتاكلش حتبقى طبعا بارس كي جاي نيبا فهم لأني مش جعان طبعا في الإجابة ما بلاقي بارس كو بروح مختار بوركوا على طول بوركوا تي فيا جانباتو ليه انت بتسافر بالمركب كارجي بيروانا فيو لأني بخاف في الطائرة يبقى كار بتعادل بارس كو بوركوا تي نيبا باسورتير ليه مش حتخرج باسم بقى بس في الاسم أختار أكوز دي ولا أختار جراسة السبب سلبي سلبي بأكوز دو أكوز دي أكوز دي بوركوا تي فيا ألماغ لماذا تذهب إلى البحر طبعا هنا مصدر فعلي حاخد بور بوركوا تي نيمار شباب يالي انت متمشيش كويس طبعا هنا جملة كاملة بحاخد بارس كو على طول طالما جملة كاملة باختصار قوي عشان أنف الجملة بحط الفعل ما بين نيو ايه وباو حلاحظ كويس أو إن ممكن نتبقى أن أبوستروف لو جيب أعضاء حرف متحرك أدوات النكر أو أدوات التجزئة بيحاولوا إلى دو أو دو أبوستروف طبعا مع عدف وجود فعلات عندنا كمان لو كان في أعداد فأنا بحولها إلى دو أو دو أبوستروف مع حصف حرف الاسم الأسم اللي قبلها إلا السن طبعا أما يبقى في فعلين موجودين في الجملة فأنا بنفي الأولاني طبعا لو في فعل زو ضمرين بنفي السي مع الفعل الاتنين مع بعض ما تنسوش لتعكيد النافية بنفي بادي تو لو لقينا فيرب ايمي وعدوري وبريفري وديتستير ونفناهم هم دايما بيبقوا معاهم أدوات النكر أو التجزئة زي ما هم في حالة وجود فعل معاهم وسبق وإحنا شرحنا دي فيرب فير قبل كده دي بقول ايه هنا ما غيرتش حاجة يبقى النافي ما ما أصارش على حاجة اهد دي هنا ودي هنا برغم أن هنا نفيته بس النافي لم يؤثر على الجملة التمرين ده طبعا تمرين حلناه وقلنا حقولنه وححاول الجملة ومنساش تحويل الدو وهكذا ده في التمرين ده واتمنى أنه هو يكون بالنسبة لكم حلول لأنه تمرين ده جميل على كومباني في الريف هناخدوه عشان الجملة منفية طبعا قدامنا واضحة اه طبعا فير بفيرة ما بيبقى منفي برضو بحاول لدو طالما ما ما فيش حرفه متحارك سارا نيمونج با دو برضو بواسون جملة منفية هنا فير بقتر ما بيأصارش با ما بغيرش بخليها زي ما هي دي بير نبريفير با بير لا يفضل موجودين في الجملة دول بيأخدوا أداة معرفة فالنفي مش هيأثر عليهم في حاجة طبعا ما بتأثرش بالنفي فحناخد إن عشان كلمة فيرما مزرعة دي مؤنس في المدينة إن يا باع على طول بتاخد دوء أو دوء باستروف هنا حاخد دوء باستروف عشان كلمة أنسيكت طبعا دوء بحرفه متحارك اللي هي حشراء هنا طبعا نفي لا يؤثر في شيء لإن أنا نفيت مونجي لا ده أنا نفيت الفعل اللي قابله خلاص هتبقى دولا كونفيتير مرب الجملة اللي بعدها جيني جو بعد نحن عارفين إن فير بجوي ما بتأثرش بالنفي يبقى هناخد دي اللي هي آلة موسيقية مذكر طبعا نوني فينوبا كندا طبعا برضو فيربي فينير وجوي ما بتأثروش بالنفي على أساس دوء حرف جر طبعا فهتبقى دي كندا على أساس كندا طبعا دولة مذكر جيني با دي تو طبعا دا اصطلاح على بعضه اللي هي با دي تو ميسيو فوني منجي با دو طبعا أباستروف عشان بعدها حرفه متحارك هنا الجملة منفية وحطبع عليها القاعد عادي خالص طبعا هنركز قوي في النفي الجزء يبقى اللي هو مرتبط بكلمات أو مجموعة من الكلمات أما بنلاقي في الجملة المثبتة كلمة أنكور وممكن أما لقي كلمة أطري كما ها يبقى لم يعود نبلوي يعني كان بيحصل وبطلت ماشي نبلوي لم يعود أما تلاقي كلمة كلك فوا وصوفون وبر فوا وتجور وكون وأي حاجة بتدل على الزمان يبقى أنفيها بني جميع مطلقا أو أبدا مطلقا أو أبدا أي حاجة من دول با كلك فوا وصوفون وبر فوا وتجور كون طيب خلي بالك أنه ممكن أستخدم الطريقة دي للتعبير عن النفي القاطع بالرغم من عدم موجود إيه أما أقول له طيفاء ألمونتاني أنت بتروح الجبل يقول لي جميع ألمونتاني أنا بروحش أبدا للجبل يبقى أنا بهم في نفي إيقات إحانا أما تلاقي كلمة كلكون بحط ني بيرسون وكلمة بيرسون ده هي دايما تقع مكان كلمة كلكون يعني لو كلكون جات في الأول أو ما يوازيها يبقى حط بيرسون في الأول وبعدها ني كلكون جات مفعول به يبقى حط ني زائد الفعل زائد بيرسون لو كلكون سبقت بحرف جار يبقى بيرسون تصبق بحرف جار ولنا في الاستفهام كلام كبير قوي حنقوله بعد كده طبعا إيه هو بيقول لي طبعا لو لقيت كلمة كلكشوز في الجاملة أو كلمة كواء أو كو كو أو كواء على طول ينفي بنريع انفي بإيه بنريع ولو حصل في الجاملة وجات كلمة كلكشوز أو كواء وكانت هي الفاعل في الجاملة أو هي المقصود بيها كفاعل زي ما أقول كلكشوز طوم ببرتار يعني شيء ما وقع على الأرض هنقوله ريان في أول الجاملة لأن ريان بتحل محل كلمة كلكشوز لو جات كفاعل يبقى هي برضو كفاعل وأنا عارف إن كلمة بيرسون لو حلت كفاعل هي وكلمة ريان بيعامل الفعل معاها والصفة معاملة الضمير إلا مفرد وزي ما قلنا لنا حديث شيخ في النبي هنا في الجاملة اللي قدامي بيقول أنا لا أريد شيء شكر مش عايش حاجة شكر يبقى ريان طيب خلي بالك لو قال لك تاخد بلو شوف احفظ بقى الكلمات اللي عن في كلمة انكور يبهن بلو تمازلت عايز ميا قال له لا أنا لم قاعد أشرب طالما في كلمة انكور انت اشتريت فاكهة لا احنا ما اشتريناش حاجة طب في ريان بس لو ما قالش كلمة فروي لو ما قالش كده خدنا ريان لكن هنا حاخد بقى طبع ماشي انت اشتريت فاكهة لا لم نشتري فاكه تبوا دو كافي؟ نان انا ما شربتش حاجة ها قال هنا ريان با اني الجملة هنا ايه؟ لم اشتري شيء طيب طم بير والدك ايه؟ دون لسالو بيكون في السالون ده عاقل يبقى لا يوجد احد عشان بتكلم عن الوالد هنا شوف الترجمة مهمة اوي في السؤال ده كاسك ها؟ يبقى اخد على طور ريان ماذا تأكل وما اكلش حاجة؟ كاسك تشارش ماذا تأبحس بحس عن حاجة يبقى اريان برضو ها؟ فوفزيتي تجور هنا تجور يبقى خد جميع اكي يبقى خد ابرسون اكي خد ابرسون على طول طبعا هو حاطت ا هنا فانا زودت ببرسون لان ايه؟ اكي عاقل طب اكوا خد اريان لان كوا شوف الحاجة لو انا حفظه هتبقى سهلة بس هترجم معه هم؟ هنا هتبقى خد احطت على خط هروح لريان لا انا بعملش حاجة انت هتشوف جان فقال له ايه؟ انا مش شايف حد لانا بتكلم عن جان عاقل يعادل كي ها؟ يبقى انت عملت تمرين الرياضات الرياضة قال له نان انا لا افهم شيئا انا مش فهم حاجة داكو طي مع من عمان دي عاقل ها؟ وكي بقى برسون غالب عن حرف جر بيبقى برسون او ريا بس برسون الاقل طيب عاقل على طول لابد يكون برسون عاقل لابد يكون ايه؟ برسون طب بيقول له والديك هنا قال له لا ما فيش حد يبقى حد هنا عاقل يبقى برسون والدك دون لسالون في السالون قال له لا يوجد احد في السالون يبقى برسون بتكلم عن عاقل الجملة واضحة جدا ما زلت تشاهد قال له لا ما قاعد وشاهد التلفزون يبقى بلي عشان لقيت كلمة عن كور تيبا سوفون لقيت كلمة سوفون روحت الجميع على طول طيب يبقى 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 محبش دافع برسون انا لا اذهب احد ودي كالكون وتجور مستبعد لقيل ندول في الموز بقى خلي بالك ريان هنا مستبعدة ليه لان ريان لو لقيت دو استبعد ريان وبرسون لو لقيت دو اللي متحولها بتاعت النافي دي استبعد ريان وبرسون طبعا كالكي شوز مستبعدة هي كلمة انكور لانه دول اثبات ما مير نيفا نيفا ها ريان اشتير ما اشتراتش حاج خلي بالك برسون مستبعدة مش حاول ما اشتراتش حاج انكور وكالكي شوز دول بتوع ساتومي نوفو او كارتيار يعني الراجل دا جديد في الحي ما اقل نيكو نيه هو ما اعرفش برسون ما اعرفش حاج طب تنفع ما اعرفش حاجة ما اعرفش حاجة بس عاقلو ما اعرفش حاجة يعني دي الانسب طبع الاقوى طبعا لا يعرف واحد لاني دا جديد في الحي لكن ما اعرفش حاجة دي يعني ايه ايديو يعني اه بعد كده طبعا المواقف حنقرها بعناية قوي زي ما انتم عارفين ونترجمها وطبعا على حسب وبرضو بالنسبة لطلبة الازهر ياخدوا بالهم كويس قوي وطلبة السنة والعام لابد يذكروا الموضوع دي المواضيع دي كويس جدا اتمنى ان انا كون وفقت في الحلقة دي ويا رب لو عجبتكم الحلقة تدوسوا لايك او ما تدسوش زي ما انتم عايزين بس المهم تكونوا فاهمتوا اروفوار واشوفكم في الحلقة الجاي